يقف اليمنيون اليوم في مرحلة فاصلة إما أن يعبروا باتجاه المستقبلي أو يظلوا عالقين في ثنايا الماضي المليء بالثقوب السوداء وخلال مسيرة نضالات اليمنيين لم يكن الطريق معبداً بل كان مليئاً بالنتوءات التي أعاقت مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة وما إن تبدأ ملامح التغيير والانتقال إلى المستقبل في التشكل حتى تسارع القوى التقليدية لوضع المزيد من الألغام الفكرية والمعنوية في محاولة مستمتة لكبح جماح التغيير ستة أهداف كانت عنواناً لخلاص اليمنيين أعلنوها في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام الفين وتسعمائة واثنين وستين جوهرها العدالة والمواطنة المتساوية وإنهاء حكم الفرد والكهنوت وعلى مدار الأعوام الطويلة الماضية لم تستكن القوى التقليدية ولم تيأس في محاولة القفز من جديد إلى السلطة تحت لافتات دينية حيناً وخرافات من التراث أحيان أخرى منذ العقد الأخير من القرن الماضي شهدت اليمن ميلاد العديد من الوثائق التي تحاول التأسيس لمفاهيم مشوهة للحكم على أسس سلالية تارة وجهوية وطائفية تارة أخرى كانت البداية مع ظهور وثيقة تحت لافتة علماء اليمن كان لها موقف عدائي من دستور دولة الوحدة تلتها عدة وثائق تحت لافتات قبلية وأخرى طائفية تدعو لحصر الولاية في البطنين وتتحدث عن أكدوبة الإصطفاء وانتهاءً بوثيقة الرياضة التي لم تخلو من دعوات مذهبية تتعارض مع مبادئ الدولة المدنية بالإضافة إلى توقيتها السيء الذي يأتي في دروة معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم المخطوفة في ثورة فبراير 2011 ثار اليمنيون للمطالبة بدولة مدنية تكفل حرية الجميع وصلوا بعدها إلى الاتفاق على مسودة للدستور في مؤتمر الحوار الوطني وقبل الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للدستور انقضى الانقلابيون على الدولة وأسقطوا مؤسساتها ودستورها في 21 سبتمبر 2014 نضال اليمنيين في 26 سبتمبر وال11 فبراير لم يكن يهدف إلى مثل هكذا مواثيق بل من أجل دولة المواطنة المتساوية التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون بعيدا عن النعارات السلالية والطائفية والمذهبية في ظل خوض اليمنيين معركة استعادة دولتهم من ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية تتجه البنانو باتجاه ذلك الجندي الذي يدفع روحه ثمنا لاستعادة الجمهورية وليس باتجاه غيره ممن يبحثون عما يسد فراغ أوقاتهم وعقولهم المتخمة